بغير دليل وبغير حجة وابن التلاميذ التركزي هو الذي يقول فيه القائل إذا سألوا شنقيط عن شر أهلها أجابت بأعلى الصوت تركز تركز يشير إلى محمد محمود ابن التلاميذ التركزي اختلف معه في مسألة بسيطة اختلفوا في لون الخف الذي أهداه المكوقس كبير مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماريا القطية فحصل السهو بالنسبة للشيخ سليم البشري فاعترض على اللون اللون الأسود واحتج ابن التلاميذ بأن الخفة الذي أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسوداً واتقبله ولبثه وهذا دليل على عدم كراهة اللون الأسود في اللباس أو في الاستعمال ولكن هجومه على الشيخ وعدم اقتراث بأخلاق العلماء هو السبب في إنكار علماء ذلك الزمان عليه وقصتهما منشورة في كتاب الوسيط في تراجم أدباء الشنقيط إذا راجعتم ذلك الكتاب ستجدون فيه القصة منشورة وابن التلاميذ التركزي له مخازية كثيرة قد كتب كتاباً آخر في الرد على عبدالجليل برادة البرزنجي المدني وهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ما لا يقوله لسان ولا يخطه قلم ولا بنان ما لا يجوز سماعه ولا اعتقاده فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة مما ابتلاه وأمثاله به فتوى الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر أو شيخ الأزهر وممن أفتى في هذا الموضوع بإسهاب أحد مشائق الأزهر العلام الشيخ سليم البشري رحمه الله وقطع بأن من اعتقد الجهة لله تعالى مع اعتقاد التجسيم فهو كافر ومن اعتقدها أي اعتقد الجهة مع التنزيه فهو فاسد العقيدة ضال فيها قال في رسالة بعث بها إلى الشيخ الفاضي الأحمد علي بدر ببلصفورة ببلصفورة فدرسلتم بتاريخ الثاني والعشرين محرم سنة 1225 مكتوبا مصحوبا بسؤال عن حكم من يعتقد ثبوت الجهة لو تعالى فحررنا لكم الجواب الآتي وفيه الكفاية لمن اتبع الحق وأنصف اعلم أن مذهب الفرقة الناجية اعلم أن مذهب الفرقة الناجية وما عليه أجمع السنيون أن الله تعالى منزه عن مشابهة الحوادث مخالف لها في جميع سمات الحدوث ومن ذلك تنزهه عن الجهة والمكان كما دلت على ذلك البراهين القطعية فإن كونه في جهة يستلزم قدم الجهة أو المكان وهما من العالم وهو ما سوى الله تعالى وقام البرهان القاطع على حدوث كل ما سوى الله تعالى بإجماع من أثبت الجهة ومن نفاها ولأن المتمكن يستحيل وجود ذاته بدون المكان مع أن المكان يمكن وجوده بدون المتمكن لجواز الخلاق فيلزم إمكان الواجب ووجوب الممكن وكلاهما باطل هذا كلام العقلاء وكلام العلماء غير العلماء لا يعرفون ذلك فإن من وجد في مكان لا بد أن يكون دائما في مكان وهذا صحيح لا يوجد واحد مننا إلا وهو في مكان ولذلك إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى المكان لا بد أن يلزم وجود الله وجود مكانه وبذلك نقع في واحد من إثنين كلاهما باطل وهو إما قدم المكان والمكان جزء من العالم وقد قلنا أن العالم كله حادث أو حدوث الله تبارك وتعالى وقد فرضناه قديما وكيف يكون حادثا والدليل على قدمه وجود هذه المخلوقات كلها إذ لو لم يكن قديما لما وجد شيء من هذه المعلومات لأنه يلزم من قدمه قدرته إلى آخر ذلك وأنتم تعلمون هذا أظن هذا الكلام واضح فالشيخ ذهب في هذا البيان يخاطب العلماء واضغام البرهان القاطئ على حدوث كل ما سوى الله تعالى بإجماع ما نثبت الجهة ومن نفاها ولأن المتمكن يستحيل وجود ذات بدون المكان مع أن المكان يمكن وجوده بدون المتمكن لجواز الخلاء فيلزم إمكان الواجب ووجوب الممكن وكلاهما باطل لأنه مستحيل ولأنه لو تحيز لكان جوهرا لاستحالة كونه عرضا ولو كان جوهرا فإما أن ينقسم وإما أن لا ينقسم وكلاهما باطل فإن غير المنقسم هو الجزء الذي لا يتجزى وهو أحقر الأشياء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والمنقسم جسم وهو مركب والتركب ينافل وجوب الزاتي لإحتياجه لأن المركب يحتاج إلى مركب ويحتاج إلى مخصص بتلك الأجزاء ومعطن النسبة التي بين تلك الأجزاء وكل ذلك يستحيل في حق الله تبارك وتعالى وهو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والتركيب ينافل وجوب الزاتي فيكون المركب ممكنا يحتاج إلى علة مؤثرة وقد ثبت بالبرهان القاطع أنه تعالى واجب الوجود لذاته غني عن كل ما سواه مفتقر إليه كل ما عداه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا وقد حزل الله أقواما أغواهم الشيطان وأذلهم اتبعوا أهواءهم وتمسكوا بما لا يجدي فاعتقدوا ثبوت الجهة لله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واتفقوا على أنها التهنة زيادة غلط على أنها مش أنها تا أنها جهة فوق إلا أنهم افترقوا فمنهم من اعتقد أنه جسم مماس للسطح الأعلى من العرش وبه قال الكرامية واليهود وهؤلاء لا نزاع في كفرهم ومنهم من أثبت الجهة مع التنزيه وأن كونه فيها ليس ككون الأجسام وهؤلاء ظلال فساق في عقيدتهم وإطلاقهم على الله ما لم يأذن به الشارع ولا مرية أن فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق الجارحة بكثير سيما من كان داعيا أو مقتدا به بسم الله وممن نسب إليه للقول بالجهة من المتأخرين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحنبل وقد انتدب بعض تلامزته للزب عنه انتدب بعض انتدب بعض تلامزته للزب عنه وتبرئته مما نسب إليه وساق له عبارات أوضح معناها وأبان غلط الناس في فهم مراده واستشهد بإبارات له أخرى صريحة في دفع التهمة عنه وأنه لم يخرج عما عليه الإجماع وذلك هو المزنون بالرجل لجلالة قدره ورسوخ قدمه هذا كلام يعني جلالة قدره ورسوخ قدمه في العلم أمر لا يخالف الناس فيه أما نسبة القول بالجهة إليه فأمر ثابت في كتبه لا ينفيه عنه أحد لا من تلامزته ولا من غيرهم والله المسلم والله المستعان وما تمسك به المخالفون القائلون بالجهة أمور واهية وهمية لا تسلوه أدلة أقلية ولا نقلية الأمور الواهية الوهمية المذكورة هنا فهمهم وليس الأدلة المتمسك بها فالأدلة المتمسك بها إما آيات من القرآن وإما أحاديث عن نبي صلى الله عليه وسلم صحة عن طريق الآحات وهي أيضا أحاديث صحيحة في الجملة ولكن فهمهم تمسكهم بفهم لتلك النصوص على الوجه الذي فهموها به أو عليه هو الوهم الواهي هو الأمر الواهي الوهمي قد أبطلها العلماء بما لا مزيد عليه قد أبطل استدلالهم بتلك الأدلة على ما ذهبوا إليه العلماء بما لا مزيد عليه وما تمسك به ذواهر آيات وأحاديث موهمة كقوله تعالى الرحمن على الأرش استوى وقوله إليه يسعد الكلم الطيب وقوله تعرج الملائكة والروح إليه فقول العلماء في الرحمن على العرش استوى يقولون استوى على عرشه كما قال وعلى المعنى الذي أراد هذا فهم أهل السنة والجماعة إليه يسعد الكلم الطيب أي أن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا الكلم الطيب فكل عمل من الأعمال إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى عندما تذكره فالذكر لا يصدق إلا عليه وإذا قلت سبحان الله فلا مسبح إلا الله وإذا قلت لا إله إلا الله فلا مذكور إلا الله فالكلم الطيب السبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم هذه كلمات تستحق القبول بنفسها أما العمل الصالح فالله تبارك وتعالى يتقبله من صاحبه لأن الرفع هنا كناية عن القبول مفهوم هذا الكلام نعم الرفع هنا كقوله في الحديث مثلا إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا مفهوم الكلام هذا لأن هذا هو الأساس فالعمل الأعمال كلها أساس تعلقها ورجوعها إلى الله تبارك وتعالى هو القبول فالكلم الطيب يرفعه الله الكلم الطيب يصعد إلى الله أي يصعد إلى القبول كما تقول مثلا رفعت الشكوى إلى القاضي هل القاضي في قصر ولا القاضي قاعد على راس جمل ما هو قاعد في الأرض إنما رفع كل شيء إلى الأعلى في الرتبة والدرجة أي كلام ترفعه إلى الأعلى في الرتبة معناه رفع ومعناه إصعاد مفهوم الكلام هذا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض المراد من في السماء عذابه أو جنده أو ملائكته أو قدره وإلى آخره أو قدره بسم الله وهو القاهر فوق عباده والقاهرية هنا معروفة لأن الله تبارك وتعالى هو الحاكم على كل عباده لا معقب لحكمه إذا حكم بشيء على عبد من عباد لا بد أن يزعن ويقبل وفرعون يقول لأهل مصر وإنا فوقهم قاهرون هل معنى هذا أن فرعون قاعد على رؤوسهم لا إنما هو يقول وإنا فوقهم بالحكم والقاهر قاهرون أي إن فوقهم بالملك ونفوذ الأوامر قاهرون حاكمون وكحديث إنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له وعند أهل السنة من المفوضين هذا النزول من أحاديث الصفات يجب الإيمان به دون الخوط في معناه بل يؤمن بالمعنى الذي عند الله تبارك وتعالى وعلى رأي بعض العلماء أن الذي ينزل ملك من الملائكة وقد دلت عليه رواية النسئي وقد قالوا إن الذي ينزل هو الرحمة وقد نسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وكقوله للجارية الخرساء أين الله فأشارت في السماء حيث سأل بأين التي للمكان ولم ينكر عليها الإشارة إلى السماء بل قال إنها مؤمنة وهذا أيضا من نفس نوع تلك الأحاديث وقد تقدم وقلنا أن الإسلام أو العقيدة لا تؤخذ من الخرص ولا من الأطفال ولا من غير المسلمين إلى غير ذلك هذا وجه والوجه الثاني أن الرسول اكتفى منها بهذا لإشارتها إلى أنها قبلت الإسلام على أنها لا تؤمن بالأصنام الموجودة هنا هناك في الأرض وإنما تعتقد الله تبارك وتعالى الذي هو أعلى من هذه الأصنام وفهم الكلام هذا فأشارت بيدها إلى العلو لا إلى السماء حتى ولو قالت في السماء فالعرب يقولون أين أنا فلان في السماء وأنا في الأرض لا يريد أن نقعد في السماء إنما فلان في أعلى الدرجات إلى آخر الكلام ومثل هذه يجاب عنها بأنها ظواهر زنية كل هذه الآيات قطعية في ورودها لكنها ظنية في دلالتها ظاهرها ظنية الدلالة والعقيدة لا تثبت بالظنيات وإنما تثبت بالقطعيات لا تعارض الأدلة القطعية اليقينية الدالة على انتفاء المكان والجهة فيجب تأويلها وحملها على محامل صحيحة لا تأباها الدلائل والنصوص الشرعية إما تأويلا إجماليا بلا تعيين للمراد منها كما هو مذهب الخلف كقولهم إن الاستواء بمعنى الاستيلاء كما في قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي وهذا على رأيه هذا اعتبره تأويل إجمالي لكن في الحقيقة أن التأويل الإجمالي هو التفويط والتأويل التفصيلي هو هذا الذي قاله لأن الخلف يؤولون تأويلا مفصلا ولا يجزمون بالمعنى المؤول إليه لا يقطعون به يفوضون في المعنى المؤول إليه وأما السلف فيفوضون في النص كله في الجملة لا يفسرون شيئا منه وسعود الكلم الطيب إليه قبوله إياه ورضاه به لأن الكلم عرض يستحيل سعوده وقوله من في السماء أي أمره وسلطانه أو ملك من ملائكته موكل بالعذاب وعروج الملائكة والروه إليه سعودهم إلى مكان يتقرب إليه فيه وقوله فوق عباده أي بالقدرة والغلبة فإن كل من قهر غيره وغلبه فهو فوقه أي عال عليه بالقهر والغلبة كما يقال أمر فلان فوق فلان أي أنه أقدر منه وأغلب ونزوله إلى السماء محمول على لطفه ورحمته وعدم المعاملة بما يستدعيه علو رتبته وعزم شأنه على سبيل التمثيل وخص الليلة لأنه مزنة الخلوة والخضوع وهدور القلب كل هذا واضحاً وسؤاله للجارية بأين استكشاف لما يظن به اعتقاده من أينية المعبود كما يعتقده الوسنيون فلما أشارت إلى السماء فهم أنها أرادت خالق السماء فاستبان أنها ليست وسنية وحكم بإيمانها وقد بسط الألماء في مطولاتهم تأويل كل ما ورد من أمثال ذلك عملاً بالقطعي وحملاً للظني عليه فجزاهم الله عن الدين وأهله خير الجزاء ومن العجيب أن يدعى مسلم قول جماعة المسلمين وأئمتهم ويتمشدق بتراحات المبتدعين بتراحات 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 المبتدعين وضلالتهم وهنا تفستبان أنها ليست وثنية بدل وثنية أها بسم الله أما سمع قول الله تعالى ومن شاقت الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وسارعه أمسيرا نعم ما اسمع يشاقي أيوة هذه قراءة ويشاقي كمان قراءة أخرى مش كده أيوة بسم الله فليتب إلى الله تعالى من تلطخ بشيء من هذه القاذورات ولا يتبع قدوات الشيطان فإنه يأمر بالفهشاء والمنكر ولا يحملنه العناد على التمادي والإصرار عليه فإن الرجوع إلى الصواب عين السواب والتمادي على الباطل يفضي إلى أشد العذاب ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وسل الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انتهى هامش كتاب الدين الخالص في صفحة قلت أمس ما موجودة معاكم صورتها لقوها آه خلاص تفسير المتشابه بدعة منكرة أن تفسير المتشابه وحمله على ظاهره بدعة منكرة لم تؤثر عن سلف الأمة الصالح قال الأستاذ وهب سليمان غوجي الألباني أجزل الله مثوبته في مقدمة إضاح الدليل السلف هم العلماء العدول الوارثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقائق والمعارف والعقائد ويمكن أن يقال هم السادة الأخيار إلى نهاية المئة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة المباركة وانتهى إليه أي إلى ذلك القرن تقريبا دور تدوين الحديث الشريف والكلام على رجاله قال وأعني بأولئك السادة الأخيار كبار الأئمة الفقهاء والمحدثين والأصليين والمفسرين أعني بأولئك السادة الأخيار كبار الأئمة الفقهاء والمحدثين والأصليين والمفسرين وأمثالهم من علماء الإسلام وتلامذاتهم وأتباعهم في عصرهم ومن بعدهم وعليه الكثير من العلماء وأتباعهم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله تعالى قلت هذا كلام جيد ولاحظ الفرق بينه وبين كلام صاحب الشرح الجديد وقد قدمناه في مبحث السلف والخلف انتهى بسم الله ثم قال ثم قال السلف الصالح في حق صفات الله تعالى طائفتان ثم قال السلف الصالح في حق صفات الله تعالى طائفتان من آمن بما جاء من عند الله تعالى وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق صفات الله تعالى وإمراره على ما جاء واعتبار فهمه هو قراءته وعدم الخوض فيه بشيء من الكلام قط قال محمد بن الحسن شيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه وقال ما وصف الله تعالى به نفسه فقراءته تفسيره ذكره الللكاء في شرح السنة وذكر البيهقي بسنده إلى إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمئت سفيان بن عيينة يقول ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حديث الرؤية والنزول ونحو ذلك قال نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى انتهى شرح السنة لللكائي قلت وكذلك لا يجد تفسيرها باللغات الإفريقية والآسيوية والآسيوية القريبة إلى اللغة العربية القريبة إلى اللغة العربية كلغة هوسى والسواهلية أو الأردية لاستعمالها في المسائل العلمية لدى ألماء تلك البلاد اليا في السواحيلية السواحيلية فقط لا ياء فيها سواحيلية لا السواحيلية سواحيلية قال عبد الملك بن وهب كنا عند مالك بن عنس رضي الله تعالى فدخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على الأرش استوى كيف استواءه قال فأدرق مالك وأخذته الرهضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على الأرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه وفي لفظ له رحمه الله تعالى بطريق يهيى بطريق يهيى بن يحيى فالاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرجه فأمر به فأخرجه هذا السياق هو الصحيح أن الإمام مالي وروي ذلك عن ربيعة الرعي أستاذ مالك رحمه الله تعالى فقال عبد الله بن سالح بن مسلم سئل ربيعة الرعي عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على الأرش استوى كيف استوى قال الكيف مجهول والاستواء غير معقول ويجب علي وعليك الإيمان بذلك كله قلت الإيمان به غير حمله على ظاهره وكل من فسر فقد ضل سواء السبيل واتبع غير سبيل المؤمنين من السلف الراشدين قال البيهقي أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال هذه نسخة الكتاب الذي أملاه الشيخ أبو بكر أحمد بن إسهاق بن أيوب في مذهب أهل السنة فيما جرى بين محمد بن إسهاق ابن خزيمة وبين أصحابه فذكرها وذكر فيها الرحمن على الأرش استوى بلا كيف والآثار عن السلف في هذا كثيرا وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وإليها ذهب أحمد بن حنبل والحسين بن الفضل البجلي ومن المتأخرين أبي سليمان الخطابي أبو سليمان الخطابي نعم الخطابي وقال الإمام البغوي في شرح السنة أهل السنة يقولون الاستواء على الأرش سفة أي تضاف إلى الله تعالى بلا كيف أي بلا معنى بلا تفسير يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل وذكر خبر الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل الإمام أبو حنيف رحمه الله تعالى في هديث النزول فقال ينزل بلا كيف كذا في الأسماء والصفات قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في بيان مذهب السنة والجماعة ونقول إن الله تعالى يغضب ويرضى في بيان مذهب أهل السنة والجماعة أهل سقطت هنا من الكمبيوتر أهل قال شارح ونقول إن الله تعالى يغضب ويرضى وليس كأحد من صفات الوراء قال شارحه الشيخ عبد الغني الميداني صاحب اللباب في شرح الكتاب في الفقه الحنفي رحمه الله تعالى لأنه تعالى منفرد بصفاته لذاته فكما لا تشبه ذاته الزوات فصفاته لا تشبه الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يؤولان بأن المراد بغضبه ورضاه إرادة الانتقام ومشيئة الإنعام أو المراد غايتهما من النقمة أو النعمة قال فخر الإسلام الإمام البزدوي علي بن محمد صاحب المفصود في الفقه الحنفي ويقع في سلاسين جزءا وهو مضبوع في أصوله إثبات اليد والوجه حق عندنا لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفه ولا يجوذ إبطال الأصل بالعجز أن درك الوصف وإنما ضلت المعتزلة أن هذا الوجه من هذا الوجه من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على وجه المعقول فساروا معطلة ثم قال وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنس أي الآيات القطية والدلالات اليقينية وتوقفوا فيما هو من المتشابه وهو الكيفية ولم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك كما وصف الله تعالى الراسخين في العلم فقال يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يزكتر إلا أولو الألباب وقال الشيخ علاء الدين بن محمد بن عابدين صاحب حاشية بن عابدين على الدر المختار رحمه الله تعالى في بحث المتشابهات من كلام الله تعالى ومن هذا القبيل الإيمان بهقائق معاني ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويد الله فوق أيديهم وقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الحديث ما ظاهره يفهم أن الله تعالى له مكان وجارحة فإن السلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك على المعنى الذي أراد الله تعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن تطالبهم أنفسهم بفحم حقيقة شيء من ذلك حتى يطلعهم الله تعالى عليه انتهى ثم قال وقال المحقق المتقن الشيخ شعيب الأرنؤوت أيوة محقق سير أعلام النبلاء للزهب وشرح السنة للبغوي وزاد المسير لابن الجوز وغيرها في مقدمة أقاويل السقات في تأويل الأسماء والصفات للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي ولابد لي من التنويه على أن مذهب السلف لا يضره أن يكون بعض المنتسبين إليه قد أصبتوا خطأ صفات لله تعالى اعتمادا على أحاديث ضعيفة على أحاديث على أحاديث ضعيفة واهية نعم صيغة منتهى الجوع يجوز لك صرفها وعدم صرفها كسلاسلا وسلاسلا بسم الله التبس عليهم أمرها لأنهم ليسوا من أهل الشأن فإن سنيعهم هذا لا علاقة له بصحة وسلامة المنهج الذي انتهى إليه السلف فما كان من هذا القبيل مما هو منشور في بعض الكتب يرد ولا يقبل ويتبع في ذلك القائدة العامة في هذا الباب وغيره في الاعتماد على ما صح من الأحاديث ورد ما سواه انتهى لأن كثيرا من تلك الكتب التي أشار إليها وقد طبعت اليوم ونشرت بين المسلمين وهي تشتمل على أحاديث بعضها ضعيف وبعضها موضوع وبعضها مشكل غاية الإشكال وأساندها وإن كانت مذكورة إلا أنها تتطلب معرفة قوية في الحديث في علم الحديث ومعرفة الرجال جرحا وتعديلا وتواريخ حتى يثبت الإنسان ما يثبت وينفي ما ينفيه والحكمة أو الصواب في مثل هذه الكتب يجب أن لا يقبل منها إلا ما وافق مذهب الجمهور مذهب أهل السنة والجماعة وما خالف مذهب أهل السنة والجماعة مما ذكر فيها لا يقبل ويرد ولا كرامة قلت وما نُسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى استوى على العرش استقر على العرش وقد امتلأ به أو سعد إليه أو استود عنده الخلائق وما إلى ذلك فذلك من رواية أبي صالح ومحمد بن مروان الكلبي قال البيهاقي كلهم متروك عند أهل العلم بالحديث لا يحتجون بشيء من رواياتهم لكسرة المناكير فيها وظهور الكذب منهم في رواياتهم ونقل عن حبيب بن أبي ثابت كنا نسميه درغزا درغزا باللغة الفارسية نعم يعني أبا صالح مولى أم هاني وذكره بسنده إلى علي بن المديني قال سمئت يحيى بن سعيد القطاني يحدث عن سليمان قال عن سفيان يحدث عن سفيان قال يحيى بن سعيد القطان يحدث عن سفيان قال قال الكلبي قال لي أبو صالح كل ما حدثتك كل ما حدثتك كذب يعني كذب فريح أيوة وعن سليمان عن الكلبي الله وكتابك بزيد لام دائما وعن سفيان نعم وعن سفيان انت بلزمت نظارة ترى نعم أيوة وعن سليمان عن الكلبي وعن سفيان عن الكلبي قال قال لي أبو صالح انظر كل شيء رويت عني عن ابن عباس رضي الله عنهما فلا ترويه بعد التوبة يعني لكن انتشر أهو مليان في الكتب آها وقال أبو معاوية قلنا للكلبي بيّن لنا ما سمعت من أبي صالح وما هو قولك فإذا الأمر عنده قليل قليل بخلاف من انتشر في الكتب وقال يحيى بن معين الكلبي ليس بشيء وقال الإمام البخاري محمد بن مروان الكلبي الكوفي صاحب أبي صالح سكتوا عنه ولا يكتب حديثه ألبتة قلت وكيف يجوز أن تكون مثل هذه الأقاويل صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم لا يرويها ولا يعرفها أحد من أصحابه الأسبات مع شدة الحاجة إلى معرفتها وما تفرد به الكلبي وأمثاله يوجب الحد لله تعالى والحد يوجب الحدث لحاجة الحد إلى حد خصه به والباري قديم لم يزل وقد علم المشتغلون بالتفسير والحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما هو أكثر من افتري عليه من أقاويل من أقاويل في التفسير والحديث ولعل ذلك كان لمكانته رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه له أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التعويل ولكونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتجد له تفاسير عدة في آية واحدة وتجد فيها تنافراً وتعارضاً ولا حول ولا قوة إلا بالله ألا ليت من يعد رسالة الدكتوراه من يعد ألا ليت من يعد ألا ليت من يعد رسالة الدكتوراه أن يكتب في ابن عباس رضي الله عنه وجوادبه العظيمة في العلوم ويمحس تمحيساً ما روي عنه من أقوال في التفسير وفي الاعتقاد وأهاديث في ذلك وذات وظهر من قال بغير دليل من الكتاب والسنة إن الله تعالى استوى بذاته فوق العرش بدلاً من استوى على العرش السابت بنفس القرآن الكريم وإن الله بائن من خلقه قال الإمام الكوسري رحمه الله تعالى ولفز بائن من خلقه لم يرد في كتاب ولا سنة وإنما أطلق من أطلق من السلف بمعنى نفى الممازجة بمعنى بمعنى نفي الممازجة رداً على جهم بمعنى نفي الممازجة رداً على جهم لا بمعنى الابتعاد بالمسافة تعالى الله عن ذلك كما صرح بذلك في الأسماء والصفات وأما لفز فوق العرش فلم يرد مرفوعاً إلا في بعض طرق حديث الأوعال من رواية بن منده في التوهيد وعبد الله بن أميرة في سنة بالعميرة وعبد الله بن عميرة في سنته مجهول الحال في سنده في سنده مجهول الحال ولم يدرك الأحنف فضلاً عن العباس ثم ذكر ما يلي الناثر الدين الألباني في مقدمة مختصر كتاب العلوي للإمام الزهبي بعد كلام ومن هذا العرب تبين أن هاتين اللفزتين بذاته بائن لم تكون معروفتين في أهد الصحابة ردوان الله عليهم قلت ولا في أهد التابعين ولكن لما ابتدع جهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى درورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفز بائن دون أن ينكره أحد منهم دون أن ينكره أحد منهم أو أي من أولئك الذين أحدقوا قلت لقد رأى أولئك ودون دليل أن سبيل الرد على جهم الذي هكم عليه بالكفر وقتل عليه والحمد لله هو التلفز بما يوهم التشبيه والتجسيم في حق الله تعالى والحلول في مكان فقالوا مستوين بذاته وبائن عن خلقه فدفعوا تعطيل الجهم وتأويله بشيء قريب غير بعيد من حيث اللف من تجسيم محمد بن كرام السجستاني حتى زهروا كأنهم أوسياء على الله تعالى يضيفون إليه ما شاءوا من الألقاب حرساً على التوهيد ألا ليتهم سكتوا ونزهوا ونزهوا هنا واو محل الفاصلة واو ألا ليتهم سكتوا ونزهوا وفوضوا كما فعل السلف وسيأتي بيان هذا ولقد تقدم قول التابعي الجليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا ينبغي لأهد أن ينبغ في الله تعالى بشيء من ذاته ولكن يسفه بما وصف فضل كم زين أه ولكن يسفه بما وصف سبحانه به نفسه ولا يقول فيه برعيه شيئاً وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على منع تقدير صفة متهد فيها لله عز وجل لا يتوسل فيها إلى قطع بأقل أو بسم وأجمع المحققون على أن الزواهر يسح تخسيسها أو تركها بما لا يقضع به من أخبار الآحاد والعقيسة وما يترك بما لا يقضع به كيف يقضع به انتهى قلت لقد اتضح من هذه النقول واحد أن تتبع أن تتبع المتشابه دقيقة لقد اتضح من هذه النقول واحد أن تتبع المتشابه بدعة اثنين والسؤال عنه أي عن المتشابه بدعة ثلاثة وتفسيره بحسب ظاهر الألفاظ اللغوية بدعة أربعة واعتقاد هذا الظاهر دون تنزيه بدعة مكفرة بل هي الكفر بعينه خمسة ودعوة العامة إلى اعتقاد تلك الظواهر بدعة قبيحة ومنكر يجب على ولاة الأمر التنكيل بمن يتعاطى ذلك وهو ضلال وإضلال كما عامل عمر صبيغاً بل يجب أن يكون أشد مفهوم الكلام هذا أيها والسنة هي الإيمان بالمتشابه وتسليم معرفة وتسليم معرفة حقيقة معناه لله تبارك وتعالى وتجنب الخوض في ذلك بين العامة لقول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قلت قلت لقد استغربت كثيراً للجرأة التي يتعامل بها بعض المعاصرين مع الأمة الإسلامية في فهم أحاديث الصفات وهو أمر غريب فقد وقفت على كلام للألباني في سلسلة أحاديثه الصحيحة عند كلامه على أحاديث الضحك المروي عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عن الجميع قال وعلم أن هذا الحديث كغيره من أحاديث الصفات يجب إمراره على ظاهره دون تعطيل أو تشبيه كما هو مذهب السلف كذا قال وليس مذهبهم التفويض كما يزعم الكوثر وأمثاله من المعطلة انظر هذا الكلام كما شرحه ابن تيمية في رسالته التدمرية والتفويض بزعمهم إمرار النصوص بدون فهم مع الإيمان بألفاظها قال ولازم ذلك نسبة الجهل إلى السلف بأعز شيء لديهم وأغدسه وهو أسماء الله وصفاته انت هذا كلام الألباني فهو يدعي معرفة صفات الله على حقيقتها ويدعي معرفة ذات الله على حقيقتي لولا أنه مات لكتبنا إليه لنسأله ليخبرنا بحقيقة الزات وحقائق الصفات أنظر رحمك الله إلى هذا التحريف وعدم الصدق في النقل عن السلف عياذا بالله فكلمة على ظاهره التي ذكرها لا تجدها إلا في كلام غلات المشبهة لا تجدها إلا في كلام غلات المشبهة وإلا فالمذهب هو التفويض وترك التفسير والتحديد قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيل الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التصديق بذلك وترك التحديد والكيفية في شيء منه قلت وهذا يخالف حملها على الظاهر فافهم قال أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال عن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة قال حديث عبد الله إن الله عز وجل يجعل السماء يجعل السماء على أصبع أو أصبع وحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وإن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق وأنه عز وجل ينزل في السماء الدنيا كل ليلة ونحو هذه الحاديث قال هذه الحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف بلا تفسير ثم أخرج بإسنادي عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الحاديث التي جاءت في الصفات فقال أمروها كما جاءت بلا كيف وذكر عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عادي سأل وكيع بن الجراح فقال يا أبا سفيان هذه الحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا فقال أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعر يحدثون بهذه الحاديث ولا يفسرون شيئا انتهى وهذا بيان يناقض ما دعاه هذا الرجل ولقد ثبت النهي عن الحد في الصفة عن عدد من السلف ومن حمل النص على الظاهر فقد حدد وشبه وخالف السلف وخرج عن أهل السنة ولهق بأصحاب البدع مهما الدعاء أو الدعي له وأما إجراء هذه النصوص على ظواهرها وعلى مواردها فمرادهم به وإقراءتها كما جاءت دون حرج ولكن مع التنزيه وعدم التكييف أو التشبيه والإجراء غير الحمل على المعنى الظاهر والله المستعان